السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم حبيباتي بقناتي وصفات ونكهات منال وصفتي لليوم الخبيزة الفلسطينية على طريقة أهل غزة وصفة روعة جدا 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 بتمنى منكم إنكم تجربوها وتعطوني رأيكم تحت بالتعليقات أكيد رح أفرح فيها كتير وزا كنتم اجداد حبيباتي على القناة لا تنسوا الاشتراك ولايك وشير للفيديو إذا عجبكم وزا كنتم حابين تعرفوا أسرارها وكل تكاتها وسر لزازتها وطعمتها نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وخليكم معايا أول شي لما شريت الخبيزة من السوق روحت على طول غسلتها وكنت حابة أطبخها بس إجاني مشوار صراحة واضطرت إني أفريكا فشو عملت رحت حطيتها في كيس إماش زي ما انتم شايفين آآ هيك وبعد هيك أول إشي نشفتها وبعد هيك حطيتها بالكيس هذا لإماش صراحة أنا كنت نفسي فيها ومن زمان وأنا بدور عليها وكنت مستغربة جدا لما لقيتها عند العربة وصراحة هذا مش موسمها احنا في شهر احداعش وفي عنا في البلاد بتطلع آآ بفصل الربيع بقى بطلع شهر أو بقى واخر شهر ثلاثة مارس لنص مايو بعد هيك ما بنعود نشوفها المهم آآ رجحت لها تاني يوم وطلعتها من الكيس حسيت انه بعد الوراق تأثر شوية عشان غسلتها فاتخلصت منهم بديت أقطفها تماما زي ما بنقطف الملوخية نرفع بس الجزء الأخضر والعريق بنشيله آآ آآ الطفطة منيح وأنا مبسوطة كتير صراحة صبايا اللي سنتين بدور عليها وكيف حتى لو كانت شوية صفرة انتو يمكن مبينة على الكاميرا بس هي حلوة كتير وهلأ حتشوف النتيجة بالآخر آآ بعد ما خلص آآ الطفة منا نشوف ايش بنعمل فيها فخليكم معايا هلأ أنا هيك خلصت تقطفت الخبازة وهي العروق زي ما بتشايفين كمية منيحة من العروق وما تستغربوا شوية يعني اللون في بالتصوير مش هلقدي مبين أخضر بس هو أخضر وحلو ومنحة اللي بتوصلنا صراحة ونفسنا فيها اللي سنتين بدور عليها ما لقيتها المهم هلأ طبعا أنا غسلها صحيح وحطتها بالكيس بس لقماش زي ما شفتو بس هلأ بدأ أغسلها كمان مرة أكيد لازم نغسلها زي ما قلت لكم مية دا أكيد مش كتير لإنه إيش إحنا قلنا إنها مفتولة وهلأ خليها بتطفت شوية وأخدها على المية المغمية هلأ أول ما تغلي معانا المية بنضيف لها شوية ملح طبعا كمية بسيطة عشان بيحافظ على خضار الخبازة وبنبدأ نضيف الخبازة على دفعات حسب طنجرة ما تتحمل معانا وما تسع طبعا أنا طنجرتي واسحة فبدأ أحط الكمية كلها وببدأ أحرك فيها وبتركها على الغاز تقريبا خمس دقايق هيشكلها صبايا أول ما تدبل وتبدأ تغلي معانا بنخليها غلوتين تلاتة مش أكتر يعني خمس دقايق هيك زي ما قلت لكم تمام هيك شكلها صار وهلأ بقى أطف عليها بعد ما طف عليها بنخليها تبرد شوية بدأ نعمل المفتلة تبعتنا هنا أنا أخدت نص كباية من طحين الأبيض طبعا الكمية حسب انتو كيف بترغبوها بالنسبة إلي نص كباية بتكفي لكمية الخبازة اللي عندي تقريبا كانوا حزمتين كبار وفي ناس بتحط طبعا رز أبيض بقلب الخبازة وفي ناس بتحط كوسكسيناشيف بس أنا بحبوا هيك أطيب يكوني فرش هلأ عندي صحن عجانب فيه ميا وملح بقى أبدأ أاخد بس هيك نقاط وبحط على طحين وببدأ أفرك فيهم بالبداية بنفرك زي ما انتو عارفين لطحين مع الميا والملح بهك بوسط الأصابع وبعد هيك بنحاول نحط نقاط مجرد نقاط من الميا عشان ما يعجن معانا لطحين وتتكون معانا حبيبات المفتول طبعا أنا هيك ببدأ أفتل فيهم بصورة دائرية والطريقة المعروفة عنا لحد ما أتوصل لها هي المرحلة زي ما انتو شايفين حبات مفتول بسم الله ما شاء الله بيشهوا بيشهوا صبايا طبعا والله يشهوني على المفتول وفريش وفاتل إيد وبدون مصفى ولا كربال ولا غربال ولا لكان ولا إشي هلأ ايشو بعمل طبعا حركة دائرية دائما حتى نحصل على هدولة الحبات المدورة هلأ معلقة زيت كبيرة وببدأ هيك أحرهم زي ما انتو شايفين صورة دائرية عشان كمان ما يلزقوا معانا لما نحطهم جوا الخبازة أو حتى لا حتى إذا تركناهم شوي على جنب قبل ما نسقطهم بالخبازة ما يلزقوا على بعض تمام هيك صاروا جاهزين معايا ويا سلام يا صبايا أنا لازم أعمل المفتول على فكرة هيك صاروا تمام ومية المية وبنبدأ نعمل مع بعض الخطوة التانية هلأ بردت معانا الخبازة شوية يعني مش لازم تبرد كتير بس هيك على أساس أنه أنا بدي أحطها بالشاف أو المولينيكس الشاف تبعه بلاستيك فحتى ما يأثر عليه هلأ بأخذ بالمغرفة شوية خبازة وبتخلص شوية من المية تبعتها فحيس أنه يعني أعرف هيك أفرمهم فرمة خفيفة بعد ما أخلص وضع كل كمية الخبازة بالشاف طبعا بنخلي المية هاي لعجنب مية الخبازة ما بنكبها بنخليها بحال أنه خلال الطبق احتجنا لإلها أفضل ما إننا نحط مية من برة هلأ أنا هانا عشان الصوت بس فرمتهم فرمة واحدة مش لازم يكونوا نعمين كتير زي ما أنتوا شايفين هلأ برجحهم على التنجرة يا سلام يا سلام هاي يعني من رواقع فعلا المطبخ الفلسطيني وتراس هاي الطبخة يا صبايا بالنسبة للمطبخ الغزة فما تعيبوا وتقولوا لي شاوربة ومش شاوربة فأنا حبيتها نقولكوا الصورة تماما زي ما بنعملها أو بيعملوها أهل غزة هلأ خليها تغلي ونروح نحضر الدقة اللي بدنا نحطها ونسقطها بقلب الخبازة عندي هان أربع حزوز توم والتومة كميتها حسب ما بتحبه ورشة ملح صغيرة عليهم ما ننسى إنه الخبازة عليها ملح هلأ معلقة كبيرة من بزور الشبت أو الجرادة لي هادي بتعرفوها أكيد وأرنين هيك فلفل حار سواء فريش أو شطة ناشفة اللي بتكون يا المتوفر أنا متوفر عندي فريش هلأ بدقهم وبرجعي لكم تمام هيك غليت معانا الخبازة زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله هلأ أنا حاسة إنها بتحتاج لمية فباخد من مية السلق زي ما قلنا لحطيناها عجنب والدقة كمان جاهزة معايا بما خدها ونحطها بقلب الخبازة جوة بقلبها ضروري يا سلام يا سلام يا صبايا الطعم وريحتها روعة 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 وهلأ ابني جلال مفتلة يا سلام شايفين هما مش كتير كمشة يعني نص كبايا عملولي كمية مناسبة جدا لحزمتين الخبازة هلأ إيش الريحة يا صبايا يعني يا ريتكو جنبي وتشموها انتم شايفين شايفين بس الريحة ما قولكم لا توصف طبعا منحركهم من بعض منحرك الخليط كله مع بعضه ونكون عاملين حسابنا انه الخبازة او المفطول رح يتشرب من مية الخبازة فنحاول نزيدها اذا بتحتاج هنا عجنب بنا نحضر التقلاية عندي هنا تقريبا ربع كباية ززة تون وعندي هنا الدقة اللي سويتها عجنب هي ثلاث حزوز من التوم وبصلة صغيرة حمرة ناعم ودقتهم منيح مع بعض مع شوية ملح وهلا هدي الدقة غير عن الاولانية توم عبارة عن توم وبصل ناعم دقناهم منيح مع شوية ملح وهلا بضيفهم ع زيت الزتون وبحركهم بس ياخدوا اللون الدهب بس ياخدوا اللون الدهب اللي هو اللي بديها بنروح ايش طبعا انا احتاجت شوية ملح فبضفتلها ما ننسى انه حطينا بمية السلق ملح والدقة عليها ملح تمام بالنسبة لي ممكن انا هانا شوية جامدة بس هلأ بس تشقر التقلاية معايا بنضيفهم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد الرسول الله هاي خطوة مهمة كتير عند اهل غدا كل مرة بدي اكرر التشهد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد الرسول الله بنحط 3 مرات بنرجع على المقلة بناخد من الطبخة بنرجع على المقلة اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد الرسول الله تمام يا سلام يا سلام يا صبايا ما تتصوروا الريحة بالتقلاية والشغلات يعني عامل عميلها روى جدا جدا اذا حبين هيك صارت طبعا معانا جاهلة واذا حبين انكو تمرقوها اتخلوها امرأة من هيك في ناس بعملوا منها فتا فبيمرقوها اكتر من هيك انا بالنسبة الي حاسة انو بدها شوية مية فهلا بازيدها وبقى اشوف كيف بدها اضبطها حسب ما انا بحب يا سلام طبعا ما نخليها تغلي مع التقلاية شوية وانا هان عجانب زي ما انتم ملاحظين انو مرأتها شوية فهلا بسكو بها شايفين يا بنات الفلفل منظره عامل عميله وطعمها روى وطبعا مش راح ما حططلهاش ولا فلفل اصمر ولا ايها برات حتى ات اضل محافظة على طعم الخبازة والفلفل اصمر ما حطيته لانو عندي فلفل حرق شطة فبكفيس زي ما انتم ملاحظين ارنين شطة المعتبرين غير شكل هلا احنا قدمناها جنب الخبز العربي وسلطة عربية ناعمة زي ما انتم شايفين والسلطة العربية ناعمة هاد بعين الجرادة الجرادة خضراء وبصل ومخللات وفجل وزيتون وروكة وجرجير ومخلل بتنجان واللي بتحبوا اهلا وسهلا فيكم بتمنى انكم تجربوها جربوها جربوها وان شاء الله راح تعجبكم واذا كنتم حبيبات اجداد على القناة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليسلكم كله جديد ولايك وشير للفيديو واستنوني بوصفة جديدة ونكهة جديدة من وصفات ونكهات منال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته